لأن البلاغات دا تكمل البلاغات اللي احنا شايفينها ده المعتاد وخاصة في الفترة اللي احنا فيها اللي تجاهزة كان وراء عمل تخريبة أو عمل إرهابي ليه خاصة في الفترة اللي احنا فيها ساتة كان احنا في شهر خمسة وستة وجو حر وبرضو فيه موسم جارد وكلام ده فيه يعني فيه حرائية كده فيه حرائية كده فنمل حرائية متحرر جملة الأخيرة دي هي للبعض بيرجح عليها انه موسم كل سنة وحضرتك طيب يعني كل سنة طيب هو طبعا نسيتك زي ما عارف لا موسم الجارد يعني اه موسم الجارد ومقه والجور الحر والحاجات والإعمال اللي احنا فيه بس دلالاته لها دلالات خطيرة جدا يعني طبعا نخلي بنا ان احنا في الفترة دا نواحي المنشآت الحكومية يعني امنين نفسينا كويس ونفذ الشرطات تأمنى الحريق عشان لا حصل حاجة لقدر الله يبقى بنواجه دا بس احنا لسه برضو ما خلناش في يوليو أوسطس مثلا لو اتكلمنا عن الحرارة ولا هي بس عشان هي موسم الجارد لا هو الحريقتين ثلاثة اللي حصلوا دي نتيجة تهمال انما تحسبا لازم نأمن نفسينا ضد اختار الحريق سواء منشأ سياحي أو تجاري أو صناعي عظيم فيما اتعلق بقى بالحماية المدنية يعني ايه حماية مدنية احنا ادارة الحماية المدنية مختصة بثلاث حاجات ادارة الحريق ودارة المفارعات ودارة الانكاز النهري واتبعنا برضو الانكاز البر الحماية المدنية مختصة بأزي داتك ومفارعاته زي ما سيادتك بتشوف بنأمل احتفالات وموابراته الكورة والخدمات الهمة ضد اختار مفارعات عندنا عملية الانكاز النهري ده من اختصاصنا وتأمين المنشآت الساحية النيلية وتأمين سيادتك المراكب النيلية اللي سارة من اللقص الرأسون كل ما اتعلق بالانكاز النهري كل ما اتعلق في مجرى نهر النيل سواء حماية مدنية ادارة الانكاز النهري حرايق ومفارقعات وانكاز بري الانكاز بري اللي نهارت المنازل والكلام ده كله والحوادث السطور والحاجات ده كلها انتو فيه تبعات كبيرة جدا على الجهاز طبعا ده مجال الحمال مدنية مجال كبير ورجال الحمال مدنية طبعا زي ما ساتك على مستوى الجمهورية بس ده الجنود مجهولين يعني دايما الأضواء ما اتصلتش عليهم بصورة كبيرة الحمد لله تعالى احنا حسين برضو بتقدير الشعب لينا لا انا قصدي يعني مش واخدين حظوه من الدعاية الاعلامية وما شابه يعني والله احنا عادة بنعمل تعملوا في صمت وده الحمد لله ده اسمها من رجال الحمال المدنية تمام المفروض بقى كل منشأة يكون فيها ايه من العناصر الحمال المدنية احنا وفقا القانون 146 وتعدلاته حتى القرار السادر من رئيس الجمهورية بيلزم جميع المشآت الصناعية والتجارية والسياحية بتوافر اشتراتاتها من الحريق اشتراتاتها من الحريق هنا ازاي ان انا امن منشأ بيختلف من مبنى المبنى ومن حسب درجة خطورته انما في مصادر اساسية لازم تكون موجودة لازم تكون فيه مساء الكروب للمبنى اللي احنا بنأمنه عشان اقدر ده حصل حاجة يبقى بوجه العمال طب قبل مسالك الهروب سادت لو حضرتك سمحت لي الاطفاق ضد الحريق بيختزل في ذيهنا بعض الناس في صورة طفاية الحريق لكن ربما وسائل الاطفاق تطورت مع الزمن وطور المنشآت يعني زيما منشوف بعض المنشآت الحديثة يعني مجرد ما يعني درجة الحريق ارتفع بس شوية بيبقى فيه انزمة اطفاقت الكوى وجهزة انذار ومشابه هل هي بس عندنا احنا لحد الوقت الفكرة التقليدية طفاة الحريق المركونة في جنب كده ولا لا يا فنم انا ده اوه كتير دي تعميل الحريق حتى انا داخل لسيادتك دي كذا اكثر من شكل واكثر من حاجة بلازم المبنى اللي بنا بأمنه دي ليه مساء الكروب دي مثلا سلم طوارق غير السلم الاساسي توصيلات الكهربائية اللي داخل المبنى لازم كون سريمة ومطبق المصطفات الفنية لازم كنا عندي ادفاق تركي فيه اجهزة انذار تركي برضو بحيث لقدر لاحظها الحاجة بيوجهلي فيه ان انا بحطي اشتراطات التخزين لو المصنع او المنشأ التجاري بيخزن بضعها والحاجات دي اقولوا واحد اتنين تلاتة لما تيجي تخزن حاجة نفز الاشتراطات دي فيه قاعدة عامة ان انا مخزنش في البيترماط لان دي بتقابلني صعوبة جامدة جدا لازم فيه مصادر المية يكون متوفرة يكون عندي احتياط استراتيجي زيادة عن يعني لو المصنع ده يحتاج لقدر الله هتوفيه بحيثين تن مية لازم يبقى برضو عندي خزانات حطيطية بحيث لو حصل حاجة لقدر الله يبقى في كل المنظومة دي لما تتوافر لدى المصنع او المنشأ او المول التجاري اللي احنا بنأمنوا او المحلات التجارية نتطمن وطبعا غير تدريب العاملين كانوا العاملين بنص 25% من العاملين داخل المنشأة لازم يكونوا تدربين على عمل اطفاء لما صاحب العمل يوفر هذه جميع الاشتراطات انا بطمن صاحب المنشأة انت مش هحصل حاجة بازن اللي قدر الله ولو حصل حاجة جميع الوسائل اللي احنا حطناها مع سيانتها دورية مش انا انافذ الكلام دا وما فيه سيانة لها برضو انافذ بصفة دورية واجهزة الاطفاء الادوية برضو كنت متوفرة وبعملها عملية سيانة فحصل حاجة لها اتضلا بنالحق الكلام دا لما انا منضرب 25% من العاملين بدول اول ناس يشتغلوا في الحريقة على متوسط اول سيارة اطفاء ده شرط اساسي ده شرط اساسي صاحب العمل يكون مدرب 25% وفق القوة العمل وعندنا جميع معاهد ادارة الحمال مدينة المستوى الجمهورية على السعادات تم لتدريب العاملين بجميع المنشآت الساوى حكومية لكن ممكن يكون في بعض المنشآت لها اشتراطات زيادة او اشتراطات خاصة حسب خطورتها وحسب المواد المستخدمة فيها زي ايه مثلا يعني مصنعة مثلا بيستخدم مواد كمية خطرة بقى ليها تأمين معين مصنعة بتاع ورق بيبقى ليه تأمين معين مول تجاري تأمين غير المصنع غير اللي بتاع محل وصغير مثلا على قد مثلا سوبر ماركت بيبقى ليه تأمين يعني كل مصدر حسب خطورته انا بزود مصادر التأمين او بقللها انا مش اأمين مثلا عربية مدلاكي مثلا زي مقطورة شايلة مثلا انا بيبو تجازو اي منشأة لازم تاخد تصريح من حضرتك انه الحماية المدنية متوفرة فيها وفقا للقانون الحماية المدنية الزم جميع المنشآت يعني سواء محل صغير محل دير لو محل حلاء لازم ياخد موافقة الحماية المدنية زي وزي المصنع بس طبعا التأمينه بيختلف بس انا بديه في النقطة هنا في الحتة دي بالنسبة اللي احنا فيه انا لايه بناشد المحليات ان انت لما تيجي ترخص محل تجارة او مصنع عايزيني ديف حاجة جديدة من ضمن الشرطات اوفر بوليس التأمين على المحل او المصنع او المول او الفندو اللي بيتامني هيفدني التأمين الاجبار دي الدكتور حريق في ثلاث حاجات دولات انا ما اعمل وسيك التأمين للمحل او المصنع صاحب العمل اللي قدر لاحصل له حاجة يبقى انا لقى تعويض مناسب بس هالمسألة هتيجي في سياق المناشدة ولا لازم القانون يا نصر لا ده هو طبيعا احنا عندنا سيادتك مش محتاجة قانون انت سيادتك لما بيتيجي تجدد العربية بتعمل بوليس التأمين لسيادتك لما بيجي في الحي نفسه مش جيدة عليه لما يعمل رخصة مسعد الأسانسير بيقولك اعمل بوليس التأمين على عدد الأفراد اللي هستغلوا اللي هستنسير لما بيجي يعمل رخص مبنى يقوله روح المجمعة العشرية هات بوليس التأمين ضد الأخطار المبنى أثناء التشييد نعم فلما اجي انا اقول له وردو انت جاي تعمل رخصة محل تأمي نفسك فدي مش محتاجة قانون محتاجة يعني قرار على المستوى السيدة المحافظين من دمن إجراءات الترخيص يا جماعة بوليس التأمين ضد أخطار حريق يبقى انا لو حصل حاجة لقد در صاحب العمل لقى التأمين المناسب ما حملتش الدولة حاجة زي ما احنا حاليا دولة بندرس وزارة شنوية المتماعية ازاي تعود المتضررين واحنا معهم طبعا متعاطفين معهم لكن احنا عايزين نشير اللعب ده عن الدولة انما اعمل بوليس التأمين ضد أخطار حريق يبقى انا عوضت صاحب العمل وعملتش الدولة اضافة تالتة ان شركات التأمين هتبقى جهة مراجعة على هذه المحلات زي ما الحماية المدنية بتراجع والحي بيراجع ومكتب الساحة والسلام المهنية بتراجع على المجموعة دي كلها يبقى انا جات لجهة أخرى شركات التأمين لان هي المستفيدة من التأمين وما محصلش حريق فهي برضو هتمر على المشاكل دي وتتأكد اضافة كل سيادتك بعض الدول في العالم وبعض الولاد في أمريكا ان من نتيجة التأمين دات شركات التأمين هاي اللي بتسرع فاليها انا بقول حصيلة من جوز من هذا التأمين احنا معدات الحماية المدنية من اللي بتحملها محافظة المحافظات الوزارة الحكم المحلي ووزارة الداخلية يبقى شركات التأمين لانه يهمها اللي بتأمين بتاع يبقى فيه جوز من البوليس التأمين دات بيخشي خزينة الدولة ده سلوك البشري او الانساني بيلعب دور مهم جدا في احتواء الاثار السلبية لبعض هذه الكوارث الناس تصرفتها لاي مدى ممكن تؤثر سلبا او ايجابا على احتواء الازم او المشكلة وتصرف البشري هو ده الاساس الفرض لازم يكون عنده وعي ومؤمن بدور الحمال المدني هل من ممكن هو يعيقك في اثناء عملك ده في الحراقي اثناء المكافحة ساعات بيعكني في حدتين يعكني هو اصلا انتعار في الشعب المصري بيحب يساعد فلما بيجي يساعد ممكن هو بيعكني بطريقة غير مباشرة يعني بيجي واحنا بنفرد الخرطيم في الحريقة هو ممكن من شجاعته بياخد الخرطوم يفرد معنا ساعات بيحنا بيباليها طريقة فردة وطريقة كلام ده هو من شجاعته عايز يفرد فتلاقي الخرطيم وتلاقي الحاجات دي اتبرجلت يبقى هو جاي ساعتك فيعطلك فاحنا بن ناجده لما يحصل الحريقة اللي هدى الله وزي تاني الناس بيبغاوية مشاهدة مشاهدة زي فده بتأثر فينا يعني غير الحريق مثلا اكتر بيبان في بلاغ المفرعات لما بيجي السيد الزابط بيجي يكسف على العبوة طبعا عايز تركيز جامد وعايز يعني ودي فيها حساسية لازم يسيبوه يعني ايه ده عبوة ناس هيفة قدامه فتلاقي فيه ناس اللي حواليه اللي بيتكلم من هنا اللي بيشجع من هنا طبعا دي ممكن تأثر عليه واجهزة حساسية شغال شر البالياتي ما يضحك لكن لكن فكرة انه الناس تكون متدربة زي محركة اوضحت فكرة انه الناس تكون متدربة على طفل الحلقة دي خلاص انتهنا منها 25% وفك للقانون العمل من قوة القوة اللي عاملة لكن بقية 75% هل لازم تكون مدربة برضو على كيفية التعامل مع الحوادث دي انت ازاي تطلع من سلم الطوارئ لما انا هكمل سيادتك فضل 25% من العملين خلال السنة يعني انا النهاردة اعملت رخصة في 2016 بقية يقول لي صاحب العمل دربة 25% 2017 يجيب لي 25% اللي بعديهم خلال الاربع سنين من بعد سدار رخصة كونه انا دربت جميع العملين خلاصت الاربع سنين دخلنا في سنة 5 انه يبدأ اعادة تدريب العملين مرة اخرى ده تدريب على الاطفاق انا اعمل الاطفاق ولا برضو فكرة الهروب او التعامل يعني ما هو سيادتك اعمل الاطفاق من دمنيها حاجة خطة الاخلاء لازم كل جهة زي من نهاردة مشكورين الادارة الامن هنا في السعادة عملوا خطة حريق وخطة اخلاء الخطة الاخلاء دي اللي هي ايه بقى سيادتك انا مبنى هنا في الدور السادس مثلا بافترض حصة الحريقة لازم بيبقى كل الجميع اللي عاملين هنا عارفين لو اقدر الله حصل حريق فيه مؤشرات مسالك الهروب هنا فيه طفات هنا استخدم كذا دورك هنا كل واحد عارف حتى العاملين في مجال الامن الصناعي داخل المنشأ يعرف ازاي يوجد بتاع دي تدريب فقط على الاخلاء واتفاق الحريقة السادس اللي هو تمام وانه حصل لقدر الله انهيار حصل حاجة ما ده اللي أنا أعزي أسأل عليه تدريب أيضا بيشمل التعامل مع بعض يعني يا ربنا يحفظ الجميع مع بعض التوارث أو المشاكل الأخرى زي ما حدرك أوضح تمام انهيار زلزال الكل دي اختصاص الحمال المدني طبعا احنا زي ما سيادتك بتشوف جميع المشاكل الهمة يبقى داخل المنشأ دوت برضو فيه ناس مختصين في مجال الامن الصناعي طبعا فيه تعاون بيننا وبينهم مع دارات الحمال المدني الامن الصناع ده برضو داخل كل منشأ في جزء منه تابع الداخلية ولا وزارة الصناع لا ده يعني مثلا فرض المبنى زي ما تبقى فيه إدارة الأمن ومن خلال إدارة الأمن لا ده تبقى داخلية برضو لا 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 فندم ده موزفين مدنيين داخل المنشأ اللي فيه الشغل بتاعه يعني انتو ملكمش اي اشراف عليهم لا احنا الاماكن الهامة زي يعني عندنا نقطة منتشرة في المنشأة الهامة بعد الوزارة لما بعد مبنى زي لنا نقطة لا الامن الصناعي الامن الصناعي ملكش اشراف عليه بأي شاكم الأشكال الامن الصناعي ده يتبع مكتب الساحة مكتب الساحة والسلامة انها تبع وزارة القوة العام ده القانون هو من الجهة الاصيلة للمرور على جميع النشأات بس دوره مهم تقريبا موازر دور برضو حضرات يا فندم ده هو دوره الاساسي الاشراف والمرور على جميع المنشآت السياحية والصناعي والتجارة ودور المهم انه يختر انه اقدرت الحماية المدنية اقول لي انا مرت على مصنع كذا او محلي كذا او لقيت فيه قصور مشواخ موفرة الحماية المدنية او فيه قصور في الحماية المدنية اقفدني انا بيونقل على تقريره او خطابه اللي جاي لي بيوجه زابط من ادارة الحماية المدنية بيعمل لتقرير مثلا دوره في غاية الهمية دوره دوره ده بيواقع اولا غلق النشاط في حالة المخالفة توجيه تحريك الدعوة الجناية ضد المخالف وده فيها عقوبة بتصل من سنة لثلاث سنين يعني وتغليز العقوبة يعني احنا مش محتاجين تعديل تشارعات لكن محتاجين تنفيذ القانون والعقوبة فعلا غلق كيبه غلق ساعدنا بوجود حضرتك شكرين جدا على هذا الكم المعلومات الله خليج طبعا ده دور انتو حضرتكو بتأدوك الحمد لله تعالى ونطم الناس بإذن الله بلدنا مسطورة بإذن الله ان شاء الله شكرا جزيلا سيدة الو عبد العزيز توفيق مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية سيدة عطنا فلن شكرا ختاما اشكركم ايضا مشاهدين الكرام غدا ان شاء الله حلقة جديدة معكم من القاهرة الى لقاء